السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا حرف الفاء المتصل بلام الأمر لام الأمر أخذنا سابقا أنها من حروف الجزم وتدخل على الفعل المضارع وتقوم بجزمه لام الأمر دائما مكسورة يعني حركتها هي الكسرة ويأتي بعدها الفعل المضارع مجزوم ولكن لام الأمر لو سبقت بالفاء تصبح ساكن نأخذ الأمثلة كي نفهم أكثر ليحفظ كل إنسان كرامته ليحفظ اللام في الجملة ليحفظ هي لام الأمر يحفظ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون ماذا لاحظنا على حركة اللام هي الكسرة ليحفظ أجت اللام مكسورة المثال الثاني لتعمل الخيرة يا عبد الله لتعمل هي الفعل المضارع واللام لام الأمر وجاءت مكسورة لام الأمر إذا سبقت بحرف الفاء تصبح ساكنة يعني لو سبقناها بحرف الفاء بتبطل مكسورة وبتصير ساكنة المثال ليحفظ كانت مكسورة لام الأمر أو بطبيعة الحال هي مكسورة عندما أدخلنا عليها الفاء أصبحت فل يحفظ أصبحت اللام ساكنة كانت مكسورة أصبحت ساكنة لتعمل اللام عندنا لام الأمر مكسورة أدخلنا عليها الفاء أو سبقت بالفاء فأصبحت ساكنة هذه هي قاعدة الكتابة المطلوبة منها نأخذ أمثلة الكتاب حتى تصبح القاعدة أسهل ومفهومة أكثر الأمثلة الموجودة في الكتاب أو المثال قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليتنافس هي الفعل المضارع اللام هي لام الأمر لام الأمر سبقت بالفاء أصبحت اللام ساكنة لاحظنا أن لام الأمر جاءت ساكنة لأنه سبقها الفاء ننظر للمثال الثاني فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة فلنبني هي الفعل المضارع سبق بلام الأمر لام الأمر عندما اتصلت بها الفاء لاحظنا أنها أصبحت ساكنة يعني لام الأمر إذا اتصلت بالفاء تصبح ساكنة المثال الثالث فلتثابر في عملك كالنحل ننظر إليها فلتثابر هي الفعل المضارع سبق بلام الأمر ولام الأمر سبقت بالفاء أصبحت لام الأمر ساكنة بدلا من أن تكون مكسورة أصبحت ساكنة لأنه سبقها الفاء أو اتصلت بالفاء المثال الأخير المثال الأخير فلنجتهد لتحقيق الفوز في المباراة فلنجتهد الفعل المضارع طبعا متصلة في لام الأمر ولام الأمر اتصلت فيها الفاء هاي الفاء جعلت لام الأمر ساكنة بدلا من أن تكون مكسورة أصبحت ساكنة هاي هي قاعدتنا لهذا اليوم مطلوب منكم اتلخصوا القاعدة على الدفتر رح أبعث لكم التلخيص إن شاء الله ملف وورد بتقوموا بتلخيصه على الدفتر بعدين بتحلوا بأسئلة الكتاب صفحة 62 عنا واجب السؤال الأول والسؤال التاني الواجب على الكتاب إن شاء الله اليوم ما بين الساعة السابعة والثامنة والنصف بدي أشوف الواجب محلول والتلخيص نكتوب على الدفتر حتى أحط العلامات وشكرا لكم اشتركوا في القناة